أجنط فيز فضا هو أجنط فوتبول لبناني نستضيفه اليوم تحكينا أكثر عن ما هو أجنط تعريف الأجنط ما هي المشاكل الممكن أن نجدها في لبنان لماذا الأجنط ليس كثيرا معشور شغلهم وكيف نلاقي الحلول أستاذ فايز بدنا نبلش معك بأنك تعرفنا دور الأجنط أول شي شغل الأجنط الأساسي بيكون هو تعامل مع نادي مع قلب معين ممكن يطلوا منك مثلا بدون محددة بدون سترايكر مخيف فأنت فيك تتواصل مع لاعب دايريكت برا مثلا مثلا أو أجنط تاني ماضي مع اللعيب لا تقدر تأمن هيدا اللاعب فبهل حالة بتصير مثلا أنت الأجنط تابعه بلبنان لاتسي الفترة اللي هو فيها موجود هنا هلا في فرق بين الأجنط و الإنترميديري الأجنط بيكون هو الماضي معه اللاعب بالتأكد بلاحظة فيتصم مصطول عن كل شي الكونتراه تابعه وين بيسكن البونسز كل ها في صبرية تابعيتو الإنترميديري بيكون وسيت بيكون مثل إكزامفلاتاتك بيكون فيه أجنط تاني برا ماضي معه اللاعب وانت بدك تجيبه على بلد تاني فهمت كيف؟ فبتكون مثل المدلمان يعني او الوسيط اللي بسموه اذا بدنا برل الشعر هلا بمعنه عرفنا عن عن دور الاجنت اذا فينا نحكي مثلا بلبنان وبنعرف انه معظم العيبة بلبنان ما عندهم ايجنت او ما بيتووصلوا مع ايجنت الا اذا بدنا تطلعوا على برا صح اللي شو سبب باولك وشو ممكن هدا الشي صحي ولا لا اوكي هلا بالنسبة للبنان بتعرف في نحنا شوي فهمت كيف؟ لانه اول شي للأسف في الفتبول طبعنا يعني الدورة اللبنانية بالإجمال بنعاد دورة هوات فبالإجمال اللعيبة كمان هوات يعني يعني متل ما كلا عم بيحكي الكابتن محمد دوح من كم يوم اللعب لما يمضي بيكون ماضي مدى الحياة فهم كيف؟ فبهد الحالي الايجيت با ما قلو عازي يعني ما بيقدر يعمل له شي فهم كيف؟ أكيد بدو يطلع يلعب برات البنان يحترف وبهالحالي لازي يكون عندو النادي بدو يسمح له بهالحالي فهم كيف؟ بس للأسف لما يكون ماضي مدى الحياة بيحكي كنترولهم كلي يعني إذا قالوا له لا خلاص ما بيعمل شي أما بالنسبة إذا كان لاعب بروفاشنال أو ماضي عقد احترافي مثل ما هلا عم بيصير مع لعيبة المنتخب بلا عن جديد مثل مثلا حسن معتو هذو لعيبة المنتخب الحاليين لا هون ساعتها بيقدر يدخل الأيجنت مثلا بيصير في بيصير في نيجوشياشن لا مثلا هيدا اللاعب دو يمضي سنتين دو يمضي ثلاثة سنين كيف؟ فهيدا هي أما كرميل هيكي شغل الأيجنت هون ما كتير واضح بلبنان نحنا شكنا مع حسن مثلا سكات كابتن حسن حاول يعني عمل شتاجه بقريبي للأيجنت هو استعان بصديقه الكابتن دو دو تحتى يقوم مع المفاوضات مع النجمة والعهد والأنصار وآخر شيء ليس الحال مع الأنصار صح برأيك يعني هل لازم نحنا نكون بلانين انه نمضي بيقرار مدى الحياة يعني في العيبة مثلا بيقول لك انه خلص انا ماشا حالي وأصلا انا شو دو يطلع لي يعني انه انا دي جدد عادي كل سنتين وكلاتي خلص ماذا الحياة فرد مر هكاك محروق على نادي تاني مثلا طيب احنا مشينا اذا مشينا بهالكيس مثل ما كان موجود كلها سنتين بلبنان بس بس لوانه وصلنا وصلنا عادي ما شوف هلا الشكاوي اللي عم تطلع لعيبة ما عم تقبض لعيبة ما اخدتها حقوقها لعيبة بديها تفل بديها تفل من نادي لانه مش مبسوطة مع نادي نادي معي مثل ما بيصير بحيالله بلد بالعالم بس هوني بلبنان ما بيقدر يعمل هيك لانه ماضي ماضي الحياة مثل ما قلتلك اذا ما ما قبل النادي او ما وصلوا لتسوي ونويفيل خلص علق مع هيدا النادي فيمت كيف؟ فبالعكس انا بشوفها لا بالعكس كل لعب لازم يكون عنده اجت بالحالة الطبيعية فيمت كيف؟ لو عنا بروفاشنال ليج اكيد هايدي شغلة طبيعية بس بالوضع اللي نحنا فيه بلبنان مانه كتير سعلي وخبرك شغلة تانية اه هو الفيفا عمل شغلة انه انه ما تبطل فيه اذا بدك اجت اكتر من انترميديري يعني انت فيك قلق مثلا توصلت مع لاعب اكس اوكي بره وبدك تجيبه على لبنان حتى لو انت منك اجت اذا عطاك شي اسمه مانديت اللي هو توكيل لعيب انه تفاوض باسمه بلبنان فيك انت تروح على نادي فلان لفلانة وتفاوض باسمه مانديت بمعنى انه بيعتيك وكيلة تمثله على فترة معينة اكزاكلي فترة معينة ببلد معين حتى لانه بتصير فيها كتير خبريات ساعات بيطلبوا النادي معين حتى اوكي في عندك في يمدي اكتر من مانديت بنفس الوقت يعني في يمدي معك مثلا ببنان ايه هادي مانا مشكلة او حتى حتى بنفس بنفس البلد ممكن عم بقلك يطلب هو في كزا نادي عم بفاوضوا بقلك انت انا بيعطيك مانديت لنادي الانصار for example واحد تاني لنادي النجمة في مكيف انت ما يفوتوا على بعض وانت اوين بيطعلك ربح بهذا الشي كأيجنت يعني في اوانين بتقلك شو اداش يازم ترباح اداش لا ولا سيبك هي الاوانين اوفيشيلي بين 3 و 10% اوكي هادي النسبة المعترف فيها انت في انت ولا عيب هلا فيها هي اذا بدك تشعبات مثلا بقولك يعني عم بحكي البرشيكت اكزامبل الاندية برا لانو هون بلبنان مش كتير مش كتير عم بقولك متعودين على شغل الايجنت وحتى في اندية بيستغنوا على الايجنت يعني لانو في كتير اندية مثلا بتعرف الدوري طبعا يجيبوا العيب بأفارق عندهم قريبين بأفريقيا عندهم رفع بأفريقيا معارف بيبعطو لهم اياهون كم كيف هيك بيوفروا اسرة الايجنت اما بالنسبة اذا عم تشتغل انت مثلا مع نادي بروفاشنال اللي اعتبر بيوروب بالانون بيطلع لك من الكلاب ومن اللاعب متعود اوك وهيدي البرسنتج هيدي البرسنتج محددة بقوينين يعني عم نحكي بلبنين مثلا بلبنين في قانون انا اذا في الطال الاتحاد فيني اسحب قانون بيقلي انا شو انا اديش بيقلي كاجنت بالبند بالبند ماسكور من 3-10% بالبنين حتى اكزاك لانه في حتى انا لما يعني انا لما نزلت بالاتحاد وانا بدي عم الوكيل اللاعبين وهيكي في شروط معينة تلتزم فيها وكما هيدي البرسنتج أواوه ولافتد لحد اعب أخرى وكانت نبهتنا عن فكرك اذا انا يعمللي ماندت مثلا على أجلي رايولا مثلا على كده رايولا مننه مننو مسجل بالاتحاد اللبناني في Vortele töتد يجي续 فوضي في ИзForm واقعا الاتحاد بالاتحاد اللي بلد أنا فينه воيني كله من قدر الفيفرال بحق به ومين ... في مينما كان يقدم الاجئون انه كنت تطلع ورقة شي لايسانس شو البروسس تتصير اجئا الحنبلغ هي شوئي تغيرت هي كانت .. من كام سنة حتى عندي رفع انا اجينت مثلا باليكاي بسهن بكزا بالد يجب أن تقوم بعمل مستقبل لا يعني مثل كورس حتى في لبنان تأخذ كورس هنا لا تأخذ كورس هنا يطلبوا أنه يكون عندك تعمل في البول أنت كإدارة كأندر مثلا مع كلاب معين أو عامل معا إنترنشيب أو بهذه الناحية وبيطلبوا هكذا هكذا أنه يعمل لك كإدارة بالنادي ما بيحقلك كلاعب أو كوتش أو حتى إدارة بالنادي ما بيحقلك تعمل أجنت نفس الوقت لما يصير فيه هكذا 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 ساعته مضى بنادي اللوكسنبورغ بعدين حاب يجي يلعب هون هون بلبنان كرمال ياخد شانس يروح للمنتخب للبنان يعني بس وبلش مع نادي النجم يعني بس للأسف بتعرف الدوري واقف فهلا هلأ نطرين لشو شو بدي يصير يعني وحدا كمان سألنا هلأ أوني اللي كتن تكلم عنه من اللي ايه على ويبسايت الاتحاد أه لا أعتقد على الوابسايت بس بالاتحاد في بوكلت بهذا الموضوع يعني ممكن أكيد أي شخص ينزل للاتحاد وياخد هالشروط يعني برهب أمأ اوكي نرجع شوية للبنان مثلا انت كو عندك عدلة مباشرة مع عدد كبير من اللعيبة بيتلاقي إنه في عنا شي عم بيعم 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 شو اللعيبي أكتر يروحوا ولا بس الطابع يعني بس لعبة المنتخب عم بيفكروا يروحوا يصير عندهم اجنت أو انترميدير بقوي عم بيبال شو يفوتو إيه إلا كيف الشغل بتصير هي أول شيء أصلاً فيه كريتيريا معينة لقد يقدر يحترف يحترف لعيب بره يعني فيه بلاد يعني نحنا اكتر شيء عم بيطلعوه طلب مهم؟ يمثلهم مثلاً فيه مع نادي خصلاً لعيب الصغار عم نحكي عم تحكي من لعيب الهلسة أو 18 هكشي عم بيقلك يعني أنا ما عندي ماني ماضي معه ولا لعيب لبناني دايريكت هون لفوضهم مع عندي لأنه لأنه هو قراريدي بالبلد يعني بيروح على النادي يا إذا صار فوق الـ 18 بيروح هو شخصياً أو بيو بيكون معه وبيمضي دايريكت فيه برأيكت صحي أنا أكثر إن كون في إيجنت؟ يعني بمثله؟ مبلا، أكيد مبلا لو عم نحكي عم نحكي بالشروط طبيعية أكيد أكيد، بس طالما الدوري ماشي هيكي والعقود مننا كتير حتى بدا تكون لكراتيب يعني إذا إذا عائد مثلاً لاعب الـ التابعيته مثلاً كتير واطي هم كيف؟ إيجنت برابيس الحمص يشتغل لهيك لاعب مثلاً بفضل لا، أنا أشتغل لعيب بيطلع لعيب لبرات لبنان أو أنا أجيب لعيب أجنبي مثلاً لأندي نادي كبير بحط الأفل تابعي بركز عليه أكثر هم كيف؟ بس إذا صار عنا إذا صار عنا وفي عم تحكي عقود عقود مرتب أكيد بيهمني أشتغل مع لعيب صغار لأنه هيدول يعني بيكبروا معك مثلاً بيقول يعني فيم كيف؟ إذا بدنا نحكي نحن انت شو برأيك؟ يلازم يصير بناحية اللعيبة مش عم بحكي كـ عم بحكي كـ خاصة باللعيبة باللعيبة والإدارية والمداربين شو نقصنا تنصير نوصل لهون نصير مثلاً في تفاوض نصير في خلق ما هي إذا بده كلها مرتبطة مع بعض بالنسبة للي يعني يعني مثلاً كيف بدي بلش لك؟ يعني مثلاً الأندية هني نفسهم هني لازم يصيروا قبل ما الاتحاد يفكر يعمل يعني بمعنى مثلاً بيجيك مثلاً رئيس نادي نادي كبير أوكي بيعمل رئيس نادي سنة 2-3 أعتبر بيربح كل شي بلبنان بس ما عم يفطلوا مدخول أهم كيف؟ آخر شي بيزا بيحمل حال وبيفل هادي شفناها كثير بلبنان طب ليش ما الأندية بتصير مؤسسات أوكي؟ بتصير مثل الشرك أنا ما بدي كون عم بحكي كثير أنه أنه متل ما بيقول بالغيوم أو عم بحلم لأنه شفناها صارت بالباسكت يعني اللي بيحضر باسكت بلبنان بيعرف كيف كانت الباسكت قبل الله يرحمه أنتوان شويري وكيف صارت بعدين يعني أنا لعبت الباسكت اليوم أوكي في وضع اقتصادي صعب بالبلد هلا أو هالإشي بس عم بحكي لما كان أنا بعزوا الباسكت بلبنان لعيبي متفرغين كانت كيف؟ يعني ما عم بيعملوا شي إلا يركزوا على الباسكت ودوري كومبتتف وسبونسرز وجمهور وصلنا ثلاث مرات على بطوط العالم كيف كيف؟ فلاي ما تصير هالشغلة بالفتبول عنا كيف كيف؟ اي فهم طبعا فتبول بتقدر فوت لك مصاري أكتر بكتير يعني عدد الجمهور بيقدر يجع ملاعب فتبول أكبر بكتير من الباسكت مزهور ففكرتي أنا كانت أنه يعني يصير نادي مؤسسة يصير نادي يشتغل على الععيب الصغار اللي عنده بالنادي وإذا صار عنا دورة محترفين هول اللاعيبة لما يصيروا 18 فيك تبيعون لأندي تاني إنت وتفوت لك مصاري كتير لمادي كيف؟ هادي كمان كي مدي أحكي عناك نا معاك فيها نا معاك نحنا صقافة أنه نبيع لعيبة نحنا يا بدنا المكايدة نجيب لعيبة مقابل لعيب يا أما في عنا نا خلص نا نجيب إذا نادي صغير مش صغير يعني بمتزيل الترتيب أو بنص الترتيب بيجيب لعيب ما بدو يهي الفريق الكبير بصلا في عندك احنا إذا واشا أنه اللاعيبة الكريت الكبار العهد نجمي وأنصار عندهم احتكار كبير على السوق يعني هني بيبدوا معك يعني في عنا مثلا لقوانين في عنا شي بيمنع عندك عدد أكبر يعني عدد بيحقلك تمضي معهم و لعيبة ولا ما في عنا شي بهاد لقوانون يعني مثلا شفتنا مع تشالسي مع تشالسي مثلا هم جرون بليئر أصداك لا مضروري مضروري يعني بحكي أنه انت بيحقلك بسكواد يكون عندك أكتر عدد لعيبة بسكواد نصلا تنفسي اتنان وكاتي اللي احنا عندنا ليس في لبنان أو لا؟ بصراحة المفروض لازم يعني بعتقد مبالا بين الـ 18 الأساسية والبنش وهذا لازم فيه رقم أنا منو ببالي هلأ بس فيه بس المشكلة المشكلة وين مثل ما عم تقول أنت عندي مثل أنصار نجمة عهد هيدول عم بيحتكروا للعيبة للطلعين طلعتهم بعطيك مثال كتير كتير وعي له أنا لأنه كنت دايما يعني انزل على الملعب دايما نشوف هالأشية في لعب اسمه دانيال أبو فخر هلأ عم بيلعب مع الصفا هيدا اللاعب من كم سنة عمل هدف دوري الشباب ترفع على الفريق الأول تبع الأنصار بعدين قعد لحوالي تقريبا موسمين أو ثلاثة على البنش هم كيف؟ طب هيدا اللاعب لو عم بيلعب بحي الله بلد بالعالم بيوروب مثلا مش بس بيكون أساسي بيكون أساسي وعم بيلعب المنتخب الأول كمان هم كيف؟ يعني 17-18 سنة بتلاقيهم أساسي بمنتخباتهم نحن عنا هون بتلاقيه 24-25 بعضو على البنش بعضو من التطور صغير بيعتبلو صغير ناشي طب انو كيف كيف فوتبول بدو يتحسن به هالطريقة يعني هاي صارت مبارح معنا كنا عم حيعمني متل قوشنز عالهدف في حدا سألنا ميفلعي بصغير في حدا على الخاص بعتنا دي ام عنا في محمد أدوح محمد أدوح صارت بيلعب خمسة سنين بالدرجة الأولى اوكي عمرو 22 سنة واصغر مني محمد بس انو انا كفوتبول مبتطلع محمد انو رعيب انو هيدا صغير اللي بتقول ان شاء الله يركز على حيلو طي يوصل للبوتانشل لا خلص محمد عم بيحترف رعب مع افضل فريق ببنجلاديش وعلا عم بيزرط حيلو كان بالسعودية وشكنا شو عمل مع العهد يعني معنا هاي النظرة انو عمرو 25 سنة عمرو 25 سنة منصبور علي يعني 25 سنة ثلاث سنة بيربحوا بالاندور بال 25 سنة ما هو قداب عبدو يلعب يعني بعضها فيم كيف ما تبتعرف تلاتة وثلاثين أربعة ثلاثين سنة ما قسمو معتزل يعني هادي القمة تبعيته بس الفكر عنا هيك يعني يعني انا بيحترم كتير نادي متل العهد لانو كل سنة بيخرج لعيبة وعندهم من الفئات العمرية بيطلعهم للفريق الأول وهذا اللي عم بيعون له سكساس بصراحة على الساحة اللبنانية وحتى شفنا بكاس انتحاد للأسروا يعني مزبوط بدي سألك سؤال هلا بعد النجرة ناخد أسئلة فيه سؤالين باتهاد ممكن موصلهم انت بدك تنقي التالنت تمضي معه مش كمانديتك تمضي معه عشو تعتمد اول شيء حسب ما فهمت منك اول الحديث هلا في شغلي انا اذا اذا عم بحكي انا اذا بدي امضم على عيب لبناني انه انه متل كارير باثي اشتغل عليه طلع على برا شيء وامضي مع اجنبي شيء تاني اذا خلان اتنان اشرح لاتنان اذا لعيب اجنبي حسب حسب الكلاب هو شو بده يعني يعني عم بقلك مثلا بيحكي مع كوتش فريق معين او مدير نادي بيقلي مثلا بدي بدي مهاجم مثلا يكون مترو تسعين كيف هون عندي هي بتحقيق اكيد لانه كله بدي اعتمد على طريقة اللاعب بدي يلعبوا الكوتش ونوع اللاعب اللي بده اياه قبل بقي دعاب يحكوك تقريبا لما تبلش الوف سيزن يعني لما تبلش يتمرنوا يعني احكي بأي ياري يعني تقريبا لانه بيبدش هون بمضل اللاعيب اللبنانية بالاول بمصور بيشوفوا شو ب Clarital هناك أكثر شي وعلى اساسها بيمضل اللاعيب على الجنب اوكي هايدي بالنسبة للاجنب لللاعب اللابناني اول شي غير اكيد قصةicho أنت بركز كتير على قصة الكاركتر لأنه في بصراحة يعني للأسف يعني أنا أول ما بلشت حتى كان عندي أكاديمي بلشت أكاديمي متقريباً شي خمسة ستين تقريباً حدث ألنا على الأكاديمي سألنا نجاح صح رامي شفتها كان عندي أشعر أنا أصلاً كرميل هيك بلشت أجنت مش أنه جيب العيب لهوني كان هلمي طلع العيب لبرا لأنه بعرف عنه مواهب بس ما في إكسبوجر هوني نتشكر كنتو أكيد أفعيلة بنهم لأنه بلشتوا تحكوا عن هيدول اللعيبة والليج تبعنا والخبريات المهم فتحت الأكاديمي على أساس أنه نطورهم لهاللعيبة ونقدر نساعدهم اللي حب يطلع يحترف برا بس للأسف العقلية هوني عند أكترية الأهل أنه فتبول ما بالطعم يخرز هواية خليها هواية للأولاد بيتسلوا بالصيفية بس وقتا يتجي الشاتوي ببلش المدارس أو الجماعة أو هيك لا يركزوا على علمهم أكتر كيف؟ هواية فهذا هي كانت الفوكس الأكبر كنت أقبل لك عن قصة الكاركتر في كدير لعيبة العيبة أنه موهوب وكل شيء بس بس عنده إيجو عنده تكبر قصة السوشيال ميديا فيها تكون منيحة بس نفس الوقت بلتيها تكون عاطلة مرحوظ إذا صار عنده فالوورز كتير أو كل يوم بنزل فيديو عم يرقص الطابع والخبريات فكر حال أنه خلص أنه وصل كيف؟ نتالي بدي يطلع عيوروب بيتفاجأ لأنه الهداء بيشتغله وقدي الهداء عالي وقدي الهداء أعلى بكتير من هون ما الناهايني يعني بده كتير كتير تضحية في حدا مثال ميدي معه من لبنان نصرا إذا بتحب عم يشتغل على كم واحد صغار بس إن شاء الله بس صير بس صير بس صير ايه متخبركم يعني إن شاء الله بس مشتغلي بعد حابب اسكلب هالموضوع أنا صار لي فترة عم يشتغل كمان على سكاوت جيب سكاوت على لبنان لأنه لأنه بعرف في كتير لعيبة حابين هايدي الفرصة يعني يقدر يطلع يحترف بره أو يطلع يجرب يحترف بره بس منا منا هيني لأنه مكلف كتير على يطلع بده يطلع والتكاليف كله عليه حتكون يشكل فللأسف لقيت أول فترة كتير صعوبة أنا حتى توصلت مع أكاديميز بقلك إيها بصراحة ما كانوا كتير متعاونين بها الشغلة لأنه هني بيسافروا أصلا لبره الأكاديميز بس شغلهم كوميرشل أكتر بالنسبة لهم يربحوا مصاري أكتر من أنه لعيب من عندهم يمضي بره يوصل فإن شاء الله عم نشتغل على هاي الشغلة وهوفل لي بس يرجع يقلع الفوتبول بلبنان بالصيفية بتسمع الخبرية حلوة إن شاء الله في حدا سأل إنو الإجنت في يشتغل مع كوتشيس مش بس اللعيبة فيكون الإجنت لكوتش يدبره شغلة يوض أكيد 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 الإجنت فيكون الإجنت فيكون لبلايرز لكوتشيس مانا مشكلة أبدا حتى كإدارية مش بالبنان ما كتير ما كتير يعني هيدا بس إنو لعموا كلها بي آر يعني أكيد تقدر تساعدك يعني مئة بالمئة وفي حدا كمان سألنا برأيك أنت أفضل يتغير لمئة ثلاث أجانب ينزاد عدد الأجانب أو يتقللص شو رأيك بالموضوع هلا في بلاد عملوها يعني زادوا عدد الأجانب بس بعتقد هون بلبنان لأنه الرادي البجت كتير محدودة يعني إذا بدأ تزيد عدد الأجانب اللفل الأجنبي بعد بده ينزل يعني أنا دائما بيسألوني أنه ليه الأجانب اللي عم يجوا بلبنان ما أنهم مناح أو ما أنهم مثل اللفل اللي كانوا يجي قبل مثل أيام بيتر بروسبر ودايفيد ناكد وإرل ويعني كان لفل أعلى بعد يعني للأسر يعني في أندية بتبعط له لعيب أوك إذا يعني كيف بدي أقول لك إياها أبما كان لفل عالي وأبما كان عنده برا بده يجي يجرب لبنان يجي ترايل إذا عيب قائم إستابلشت وعمل مصلا هداف منعتبر حتى لو تركيا أو يونان أو هايدي البلاد يعني ما بيقبل يجي ترايل بيقلك أنا قاعدة خلاص أثبت حالي أنا عم بيجيوني كنتراي أنا مرتاح على البيت يعني كيف؟ 100% بصريط لأنتي بلبنان ما بيفهموا هايدي الشغلي بالنسبة لقلهم انه لا ممكن ما يقدر يقلع بالدورة اللبنانية لانه بتعرف دورة طبعنا شوي ملاعب ما كتير منيحة طريقة لعبة الخبريات لا بدنا يجرب وكتير اوقات انه حسابه الشخصي بس بيقدروا يعرفوا بالترينيج؟ بيقدروا يقفوا اذا منيح ولا لا بالترينيج اكيد 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 لانه بجربوا كذا يوم وبتوين ماتشز هلا برجع بقلك نحن شوي لانه سباشل كيس لانه لانه مثلا اكتريت الملاعب للعالم ناتشرل غراس هوني سنتاتيك ففي كتير لعيبي بيلعبوا برا ما بيحبوا يلعبوا على سنتاتيك لانه ما انه عواد هيكي كيف؟ الطابق غير على الحشيش حتى بالنسبة للركض كلها الخبريات وبعدين مثلا عقصة الافارقة انا فهمت قعت مع كتير كوتشيز وفهمت ليش بفضلوا الافريقي الافريقي لانه فيزيكل اكتر من يوربيان بلير اوكي وبيجي لهون يعني متلا بيقولوا بيستقتل كيف حتى لو كان المبلغ مبلغ واتي اللي عم تعطيه بس بالنسبة لقلو لبلده بتفرق معه كتير مزبوط الافريقي لانه متطلب اكتر في اشيه بتضييه اكتر بصلا سيارة بيت مريح ترينيج فاسيليتز الميحة ففي كتير منهم ما بيحبوا وبيسمع مش ميحة عن لبنان يعني ما بتعجبهم بهم كيف بفضل ما يجب مزبوط كان في حدث انه قبل سؤال ايه في حدث انه ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا وصل لفينال يوروبا ليغ معهم للفريق وكتير حب لبنان وكتير مبسط بهذا البلد بس للأسف لأنه بس أول نلعب ثلاث مراحل ما قدر يورجي هو الفل تبعيته ووقف الدوري بس إن شاء الله بس يقلع الدوري إن شاء الله نحاول نراجع للدار إن شاء الله يعني إن شاء الله في رامي كاميرجا سألنا إنه برأيك قديش نسبة الواسطة أعطيت نسأله إذا بدك تجيب العيبة أو شيء هكي أكيد بكل شيء في لبنان في واسطة وفي محسوبيات اللي بدك يعني إنت عايش في لبنان وبتعرف يعني بس هاي شغلتين إنت تعطينا أفكار على أشياء تاني بدي أحكيها على قصة المنتخب مثلون دائماً بسبع المنتخب خصوصاً المنتخب أول في وسطة أو محسوبيات طرحاً بيجيب الفئة وبيحكي الكوتش بيجيب اللعيب اللي هو متقرب منه أنا ضد عكس كتير عالم إنه مش مع المدرب الأجنبي خصوصاً بالوقت الحالي يعني الكوتش اللي عم بيجون أخذك من ناحية المالية مالية من واحدة مالية من واحدة وتاني شغل الإضافة اللي عم بيعملوها يعني أكيد مثلاً كوتش ليو بوكر عمل أنجاز تاريخي بالنسبة للبنان بس مثلاً رادولوفيتش مثلاً لما إجا أنا بالنسبة لأقلي كان عم بركز هو على السي بي طبع أكتر مما يفيد المنتخب يعني الكلمة تذكر ما كان عم نلعب فوتبول حلو هدفه ما يخسر في مكيف موضوع يجمع اللوصيز وأنه ما نخسر وما حسيته فادنا يعني في مكيف وبعدين للأسف حتى ساعات في فترة كان يجي مدرب ويروح مدرب ونفس الأسامة ما بتتغير بالمنتخب في مكيف طب معقولي إنه بموسم كامل ما طلع ولاعب لاعب جديد أو موهب جديد يخرج ما عطى فرصة يعني يعني هلأ ما بدي دافع عن هلأ يعني عمني بموعدة دافع بس هلأ شفنا اللعيبة أول مرة بيستدعوا هلأ مع ليفيو صح مع دالكوتش جديد بس نفس الوقت ما تنسى عنا مشكلة كمان لأنه نرجع ونحكي إنه دوري هوات وللأسف اللعيبة واحد ما حادر ولا معتش كمان ايه فولي بروفشنال ندرب الاثنين بالوقت الحالي بحسوا بيفهم أكتر على اللعيب ابن بلده بالآخر وعايش بنفس الظروف مثل ما بيقوله في مدرب تحب ترشحه انتك لا ما في اسم محدد يعني بس إنه بس في عنا مدربين لبنانيين كفوقين بحس يعني أكيد في عندك سواري سواري انه عم بيقول الاتحاد اللبناني انه ما في هالبجت حاليا وما عم جيب هالاسم الكبير عم بيقولك يعمل فرق فما عم تتشانس لندرب لبناني يعني ها في ياتكم فرصة في عندك ألكس ساف عم بيسألك انه الشي اللي قلته عن لعيبة أفريقيا بينطبق على لعيبة البرازيل وسأل سؤال تاني ما خصوا بالأجينيب إذا برأيك أفضل انه يلغى تراي اوتس لفئة العمرية تراي اوتس من أي ناحية للمنتخب والاندي للمنتخب هلا هلا بعدين نحكي عن تراي اوتس هلا أنا مثلا حضرت تراي اوتس لمنتخب الشباب ساري بالشباب لأندر سكستين أندر سكستين أجوب وما كان كوتش ربيع أبو فخر موجه لهم تحية كمان فهني كان عم بيشوفوا لأنه اسم الله في عدد كبير وعم بيشوفوا من كل محافظة يعني عم بيجي من كل منطقة ومشمال من الجنوب من بيروت من اللي مقاع فأكيد بدي يكون فيه تراي اوتس لأنه بدك تقدر تقلل العدد يعني انت ما عم تغير نادي من 30 لعيب عم تاخد من بول كتير كبيره وتتقلل منهم يعني مظموط فبرأيك أنه اتراي اوتس هني ضروري بالأكيد بها الشغلة أكيد ضروري طيب إذا بنا نحكة على سعيدة الاندي التراي اوتس في عنا مشكلة نحن معرف كأفالي بانون إنه نادي بيعمل تراي اوت وبيحاول يعمل عد ما فيه على السكيتي ما بعرف له وبيصير بده مثل مستحي من حاله عم بيعمل تراي اوت لفئات العمرية وما بيعمل دعاية وما بيعمل غير مرة واحدة بالسنة مثلا بيبلاقي يومان بيكون يومان يعني أصعب يومان بنقيهم بحر الأسبوع بيعملون قبل الظهر وبيكون بأيار مثلا أو بآخر أيار أو الظهيران بيكونوا عم بجمع بالبلشودس والفانلز هذا الشي فينا كيف لازم يتزبط كيف يعني هيك عم بتقطع فيها كتير العيبة ما بيروحوا بيعملوا تراي اوت من نورا هدا الشي هلا يعطيك حل هلا يعني ما بعرف ما عندي كل الحلول بس مثلا فكرة مثلا تكون انه ليش ما يكون عنا من كان رامي عم بيس على قصة الأكاديميز قصة الأكاديميز نعملوا نعملوا إذا بدك كان فيه قاب أنا بشوف بالفوتبول اللبناني خاصة بالأعمار الصغيرة يعني أنا مثلا راح كم لعب من عنا من الأكاديميز راحوا مثلا نجربوا بالأنصار أو بالنجمة هم كيف؟ إذا اللاعب ما بيكون كتير منيح جاهز يلي يعني اللاعب فوتبول رادي ما بياخدو كم كيف؟ فساعات كتير بيكونوا بالأكاديميز بيشتغلوا لا يطول لو كان الصغر من عشر سنين لا يصير مع تابل مثلا سبنتين ايتين بعدين بيروح الأنديم هادي الكبيرة ليش ما بينعمل بالأندي نفسها أكاديميز أكاديميز تابعة للنادي كم كيف؟ كم أندي تابعين للأندي نحنا في عنا خسطا بالمناطق بارات بيروت صح شرطة بسلام ايتيك سلام صغرطة سلام صغرطة ترول باعتقد الصفة كمان؟ مني اكيد اذا بعد يمكن عطوهم لايس ما هني هيك بيعني ساعات بتعاملوا مع الأكاديمي تلعب باسم الكلب بس هادي هادي مانا يعني هادي مانا 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 تابعة لا الكلب انا عم بحكيك لاعب مثل اعتبر بالسلام بصلا من عمره 10 سنين عم بيكبر مع النادي فهمت كيف؟ فائع عن فائع لما يصير 18 بس كمان ماشير في زال كافة فكرتك فهمت كيف؟ فهايد السيستام برا بيوروب حتى ببلاد عربية تانية يعني عندي رفعة كوتشية من سوريا من مصر اللي بيحكولي نفس الشي يعني عمره 10 سنين خلص هو بين الفئات العمرية طبعا النادي فهمت كيف؟ عم بيكبر بهايدا النادي بيتدرج ليصير بالفريق الأول أما لأنه للأسف اكاديميز لنحكي الأمور مثل ما هي كمان أكاديميز الولاد عم بيدفعوا ليلعبوا كيف؟ فبالسيستام اللي نحنا عوجودين فيه في لبنان لما يصير درجة أولى تعرف انت يعني الكونتريات كتير عم تكونوا صغيرة كيف؟ بيجي بقيله بايولا اللعيب ما بدك بهالشغل انت تكفي فتبول خلاص روح كفي علمك أو روح يعني خلي الفتبول هوي فعب بيصير فيه هيدا القابل الكبير فهمت كيف؟ نحنا المعظم اللي بيلعبوا مع الأندي يعني مش الأندي يا سوري الأكاديميات بيكون ناصة هني مقتدرين ميليا فالمعاش اللي بيقدموا للعيب فتبول ما بيكفي ميديا يعني مزبوط للأسر أنا هو المعاش اللي بيحيبضه بالشهر كان يدفعه التريبل تبعه كان يدفعه تمرين يعني أكيد مية بالمية يعني اللي بيكفي بس اللي بيكون يعني عن جد ليحب الفتبول بس أكيد بيكون عنده شغل قبل الظهور بيكون عنده بيكون عنده مدخول تاني إضافي لأنه ما هيكفي مع عاشد فتبول يعني يعني في حدا سألنا هلأ سامي السعيد أو سيد مني بأتزل إذا ألفزته غلط ايجنت سكاميرز؟ ايه بيسألك وانا بدي يزيد علي انه كيف في حدا نتأكد انه ايجنت؟ انه انا مثلا بلعب في فتبول حدا بيحكيني بيقلي انه انا بدي يكون ايجنت تبعك مثلا كيف بتأكد انه هيدا الاجنت مزبوط؟ ما عم بيدحك هليه اه هي ان شغلي تسأله الـ الـ ID تبعه اللي اخده من الاتحاد الاتحاد تبعه كيف؟ ايجنت لازم يكون عنده ID number ولازم يكون عنده عاطينه بطاقة بالاتحاد انا عاطينه بطاقة لقدر تفوت على الملاعب بس عم بللك ما هي للأسف لانه لبنان عنا مش كتير منظمة بحيالله واحد ساعات عم يكون هو عم بيتصرف هو انه كان ايجنت وممكن يكون سكامير يعني بس لاياخد مصاري صارت كتير بوين ما كان بالعالم عشان هيك الناس كتير بتخاف من هالشغلي بس فيه طرق تتأكد يعني حتى فيه مثلا لعيب ساعات بعرفهم بيبعطولي حدا من بره بعطلو تراي اوت بأرسلال أو بشلسي فيمت كيف؟ بس اذا بتدقى فيه للإنفيتايش اللي تتطلون فيك تعرف فيه طرق فيك تعرف انه مش مزبوطة يعني لعبين باللوغو بها الخبريات يعني فيك تعرف عندك فكرة عن عدد المسجلين بالاتحاد اللبناني؟ بصراحة انا بس نزلت تسجل كان الثاني واحد اي ماتا كانت تسجلت؟ اي ماتا كانت تسجلت؟ دو عاما هلا في منهم عم بقلك يعني بعرفهم حتى بعرفهم شخصيا بيشتغل بيشتغل انترميديري أو عنده بارتنر ايجنت براتي من عنده ايجنسي عنده شركة مثلا بيسوي لعيب التفتبول كيف؟ اي 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 فبس كا اي ماتا عم بقلك انا اللي بعرفهم هو انا وشخصتان يعني ما بعرف اسمه بس هيك قالولي بالاتحاد ما نسمع اخر جملة ما نسمعي هيك بعرف بالاتحاد يعني خبروني نحنا في شخصين بس كا ايجنس اي شي بيطمد يعني معظم اللي ممكن يحكين منك تلعه انه غلط هلا قلتلك لانه لانه اذا بتفوت تقرأ عنا عم بقلك القصة اورانه ليس طريق الفيض الم individف في حالة شخص بس مهم يكون م Tucker يعني معه ايه دائمة ما عظم اللي يعني لانه انا بيعطيك انه انت فيك في فوت باسمي ايه اي اي ايه تواجد اغcios قد تصرف ا Näه اه في الكمان ايجنس تانى م göstimua بلدان بس هو اجنت معروف. بيتر خليفة. بيتر بيقال لك بيتر بيسألك كاملة عيب مثلاً حكوك واتصلوا فيك تحت تضبطلون ترايل ومعروفة انه بس حدا يدفع لترايل بيكون هادي انه حدا عم بيتضحك علي يعني ترايل ما حلا بيقبض حقه. بيتر بوجه له تحية واجمالا عملنا مشكلة كبيرة يعني بس إنه موجودة. انه في قصص متل بكل حقيقيه في العالم هناك أساس غير إثيكي وفي ناس بيعملوها يعني بيعملوها أو شخص في المنزل بس بالإجمال اللي بيكون عم بيعمل هيك ممكن يعمل ديله واحد اثنين ثلاثة أربعة لهم بس بيرجع بيقزي سيتو بالآخر هاي الشغلة تاني شغلة لعيب أدا حيالعب موسم موسم كامل هاي بيين اللفل طبع للعيبة موظبوط في كمين سؤال انه هل هو الاتحاد اللبناني مثلا بيحمي حقوق اللعيبة خاصة لمدين كونترا مادر حيات في شي بيحمينوا حقوقهم ولدي ما بيتطرق انه يوصل الخبرية للفيفا لك ما بحب عن شغلة أنا ما بعرف فيها كتير بصراحة أنا عم بقلك اللي أنا شغلة ماضي مع كونترايات لعيبة أجنب لعب الأجنبي محمي لأنه كونترا تبعوا بالاتحاد والكونترا مجبورة يروح الفيفا يعني إذا النادي مدى فعله بعد شهرين أو ثلاثة بيقدر يروح الفيفا ويحصل كونترا كامل طبع الموسم طبعه بالكونترايات لعيبة اللبنانية هدولي مدى الحياة بصراحة ما بعرف فيهم بتفاصيل بس للأسف اللي بعرفه انه مثل ما قال لك الكابتن محمد أدوح إذا نادي قرر ما بدو يتفعلك مم كيف؟ شوف بيك تعمل بدك تلجأ للاتحاد غير هيك ما فيك تعمل شي لأنه لأنه نحنا الكنترايات طبعولنا أصلا مش مع تارف فيهم بالفيفا اللي هون اللوكل عم بحكي لأنه Amateur League مم كيف؟ فهدا اللي بيزعل هلأ عندك شي فكرة عن مثلا ووركشوب الاتحاد بيقلك عايز عم بيشتغلوا على تثبيت وينين كلمة هكي قصص؟ بيشي غنصنك ليكو أو شي هكي بصراحة ما عندي فكرة لأنه بتعرف كل شي واقف بالضلط حاليا يعني وفي أزمة هاي الأزمة المالية يعني مش بس باللبنان ضربت العالم كله بس نحنا كتير مؤثرين يعني الموسم اللي مرة كتير عندي يعني ما كانت قدرة أصلا تلتزم مع اللعيبة يعني ما كان بدا تشارك بالدورة أصلا إذا بدا كيف بس بالنسبة لقالي حرام يعني هذا شي لازم يتغير يعني ما فينا نضلنا هيك يعني سلنا سنين و وناس كتير بتحكي يعني حتى بعرف كتير لعيبة أنا وقف من فوتبول من ورا هالشغلة طب أنه طب أنه ليه طب أنه حيالله بلد العالم لعيب عنده حقوق وعنده التزامات لازم يعملها و ما أنا كتير صعبة تتضبق يعني شب كيف مزبوط ماذا بدنا نعمل هذا في السامي رجل سألنا أنه أنت عم بتقول أنه ما لازم حدا يدفع مصوري مقابيل ليتدبر له الترايل مع التفريق هدا اللي كنت هدا اللي عزبت له اه اه اذا بدك يعني ما في مثلا يجي هلق مرون يتفعلك كأنت كفايز مصوري قللك رو عمل مع حالة فريق بلبنان يعني أنت أصلا ما حتى تتفعل الفريق تعملك هلا ما بدك ما بدك ما بدك مصارعية بصراحة قللك إياها كيف بتصير اه وأنا أول ما بلاشت يعني حتى بعضي بقرة كتير بوكس عن قصة الاجنسي وكيف واحد يتطور وكيف يحسن حاله على الخبريات حتى برة بتصير انه مش لا ترايب لا يمدي كونترا كيف لا يمدي مع فريق معين اه فور سيرتين ملت اوكي بس هدا اللي عزب وين هيوصل مضى سنة مع اكس عن كيف وحط صور وخبريات وقصص وحكت عنه الصحافة بعدين وين طيب تكون دفع مصارع الفاضي فاكيد اكيد اذا اللي عبدو يوصل يوصل بجدارته او بلايها الشغلة احسن يعني مزبوط في حدا كمين سألنا ان قانون العمل بلبنان بيكفل بيكفل اللعيب اللبناني ولا الكنترال طبعا ما ده الحقيقة بله وشرب ميته وبنسبة للمحي بصراحة ما عندي فكرة ابدا بس بس بالمنطق بالمنطق باعتقد ما بيحمي او ما كانوا كلها اللعيبي راحوا اشتكوا يعني بالمنطق يعني بس 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 هلا اذا بدنا نحكي من من هلا يعني بدنا نضبط الوضع بلبنان هلا بس في شغلة ايه مزبوط هلا انا اللي فهمتوا انا انه اللعيب الجديد يعني من هديك السنة بعدها ما اول ما بلش صار فيه اللعيب يمضي 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 سنة سنة بس المشكلة الكبيرة انه اللي ماضيين قبل يعني اللعيب اللي ماضيين يعني هو صار 18 مسلا بده يمضي يعتبر مع النجمة مسلا هم كيف بينزل بيمضي بالاتحاد في واحد سنة هم كيف في شغلة حكينا مرة مع دودو عن هالشغلة سألتوا انا شو الخبرية بعتد اذا فهم كنوا مزبوط انه اللعيب اللي ماضيين يعني هلأ كلايتهم قلبوا كنترايات صار اللي ماضي بس ما انه اكيد هو قداش كان لميت اذا خمسة ولا ثلاث سنين و هايدي يعني كأنه بنقلب الكنترا للايبتام لصار 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 ثلاث او خمس سنين ماني عارف و بس يخلاص هذا الكنترا بيكون خلص عقده يعني بس كيف يعني بعد ثلاث او خمس سنين هلأ بطر انه حدام هايدي كنترا مدى الحياة يعني ها المعنى يعني هايدي اوكي بس ما انا عم بل لك في عندك مشكلة باللعيب اللي قبل فمكير هيدول هايدي كمان اللعيب اللي قبل قصدي انه انا مثلا تنفترد مين دي لك او ريحت لعبالي جون جاك يمين اللي هو ميدي كنترا مدارة لحياة مع السلام صار هلأ صار كنترايته ثلاث سنين او خمس سنين تنفترد بعد ثلاث او خمس سنين مضطر يقضه السلام يبيتفقعت جديد بيروح رمع النادي التانية بيهتزل يعني هادا الشي طبيعي هادا اللي بكل الأدية العالم بيصير يعني هيك لازم اما لاعب ماضي مدى الحياة يعني كنا عم نحكي عن كرميل البعدان ستابستا حتى نزبط الأساس كيف فينا نبلش من هلأ واشة عمل لأن يصير دوري يصير في علاقة احترافية بين اللعيبي والأندي سؤال صعب بصراحة هو بده تبلش يعني من مثل بيرامد اذا بدك من رأس الحرب هو الاتحاد انا هيك بشوفه هيدا رأيي الخاصة الاتحاد هو لازم يحط الشروط معينة ويعطيهم يعني الشغلة ما حد تصير بيوم وبيومان يمكن تاخد ما بعرف يمكن ثلاثة سنين كيف سنتين انه هول الكنتريات كلها لازم تصير بروفاشل الكنترافت كيف بس لازم يلاقوا كمان الأندية طرق ليقدروا يفوتوا انكم على على الأندية تبعيته متل ما حكينا ليقدروا اكيد يدفعوا هالبروفاشل الكنترافت ليقدر يرجعوا سبونسرز وهالخبريات كلها بدو يكون في طريقة لتجانريت ماني يعني متل ما بيقولوا لان الفوتبول اكيد بزنس صار يعني مزبوط في حدا عم بيسمينا انت اي مناطق بتغطي كأيجنت يعني هلا انا بلاشت بلبنان انا عايش بلبنان يعني بس بس عم حاول اشتغل بشتغل ركز على منطقة الفار إست لانه اللبنانية اكتر شي عم بيكونوا مرغوبين هونيكي بتعرف بيحقل لهم الاجين بيحقل لهم ثلاثة اجانب ولعيب اسيوي يكونك مزبوط فعنا تشانس كبير يكون لهم اجنبي من لبنان يعني في عناك في دوريات مثل ماليزيا مثلا طارو اكتر هلا زيدون صارو خانق اجانب بس اسيوي واحد بس بس هلا مثلا من شرق غرب بشارق غرب بجنوب طارق آسيا بسرح 100% هلا في شغلة بس كنت حابة بركز عليها لعيبي بيسالوني مثلا شو الاول اذا انا بيكون عندي تشانس مثلا حاول كون بروفاشنال هاي شغلة كتير لعيبي هوني ما بيركزوا عليها اللي هي الفيديو يكون عندو فيديو اوكي لانو مجي بقلك انا مثلا عامل هداف دوري الشباب مثلا وجايب ما بعرف كم قول وهالخبريات بس ما عندك فيديو طب كي بدك تسويق له لهاللعيب هاي اول شغلة تاني شغلة في شي اسمه هاي دي تعطي كل الديتلز عن اللعيب لما يكون اللعيب تاني شغلة تعطي كل المعلومات عنه فهمت كيف حتى في فاليو اللعيب قدي بيسوا بيمة السوائية بيعطي الماني ترانسفر ماركت نحنا للأسف عرفت انا كان فيه واحد شاب الماني من كم موسم هو كان يغطي الدوري اللبناني كان هوني عايش وفجأة ما بعرف شو صار فوقف الابديت عن الدوري اللبناني يعني كان كل مرحلة تفوت شوف من يحط لجوال هاي دا اللاعب كم دقيقة لاعب كل هالخبريات هاي دي بالنسبة لقلهم كتير مهمة برا لما تبعط له لعيب بيقلك بيعط لي الفيديو وترانسفر ماركت نحنا كنا عم نشتغل على الستاتيستيكس كعشاس نبلش فيها من هالسنة صح جهازنا كل شي كله جاهز بعضه الهلاء جاهز هو في الدوري بطا بارش 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 وبرجع بالله بدهوا كتير مشكورين لأنهم ألال العالم اللي بعضهم مهتمين يغطوا الدوري اللبناني بس الأماني هاي أول ما يبلش فيها بلبناني هاي دا كوي علي زين الدين مع لبنان فتبول قايد بسطا نوجه له تحية سوري بس لخبرك كيف الشغل بيسير شوية فمسلا اعتبر أنا بيعط له مثلا بيقلي I need a striker for certain club مثلا بيبعط له الفيديو بيقلي بدي ترانسفر ماركت إذا بيعط له حيالله بيج تاني ممكن تكون أنا مألف أنا حاطت أنه حاطت عشرين جول مثلا ممكن بس ترانسفر ماركت لأنه هني بيفوتوا بيتأكدوا مرة تاني مرة تاني حتى مثلا كارلوس لومبا لما إجي على لبنان أنا عدلت له فتا عملت أدت أنه صار بالأخاء مثلا أول شي ما ردوا مش دغري عملو لأكسب تأكدوا أنه مزبوطة الانفرميشن أكيد فهكي بيصير الشغل يعني في حدا هون سأسأنا إذا أنت بترد على الديام إذا حدا حكيك أكيد 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 هو أجنت أنا أجنت أجنت أكيد أكيد كيف في العيب يثبت حلو بهذا خلصا أنه في قاتل عمرية ما حدا بيننه يعني للاسف للاسف بس بس أم تيفي وكتير صعبة تحصل على الفوتج يعني أجنت فترة كان في ما يكوشو بس أنه كمان ما غاقني يعني ما يكدر بس ما يكدر بس ما يكدر بس ما هيدي مسيبة كبيرة عمنا إياها كمان يعني يعني بحكي مع اللعيبة مثلا كارلوس لومبا كان يقال لي مثلا أنا بفوت مثلا بلعب game آخر نهار بروح البيت عندي يوزرنام بفوت عليه بلاقي كل هايلايت السابولي بدي إياها بجمع بسهولة يعني هيدا ففي اشياء في اشياء هوني بس برجع بقلك هيدا بلدنا بدي سألك سؤال بعدين نجع نشوف الأسئلة هون ليه بجنوب غارب أسيا جنوب شرق سوري أسيا ما مميح بالجغرافي أنت عادت أنا منيح بس طيلا ما هو على قاعدة بالبات ما بأسرين ليه بيرغبوا باللعيب اللبناني يعني خصا هلا مثلا شفنا ربيع عطايا وخليل خميس وقبل كان فيه غدار محمد غدار عمل أفضل لعب يعني فات بالأفضل تشكيلة من 2010 إلى 2020 فبماليزيا ومنعرف شو عامل فلايه هونيك عمي بالشو يطلبوا هلا لعيبة خصا كمان بماليزيا وندونيسيا أكتر شي أنا حضرت حلقة حضرت حلقة لخليل خميس بعدين بتذكر قالك عنا من أكتر سكيلة لعيبة مش بالعالم بس إنو السكيلز عنا كتير عالة كا الانديفجولز بلبنان فيم كيف؟ موظور بس المشكلة لما تصير بالفورميشن مع الفريق فبهاي الشغل متميز فيها يعني اللعيب اللي عنا عن جد لعيبة مهرية عم بيقدر يعملوا فرق بهيك دوريات بس بالأسف لبنان محدود الاشياء ومحدود يعني قد يقدر يبين طبعه اللعب وهلا عم بيزيد في يعني أنت عم بيتواصلوا معك أندي من هونيك كرمال اللعيب يروحوا من لبنان اللعب ما هي المشكلة إنو ما يعني ما إنو بس لعب لبناني يعني مش ما بيحددلك لعب لبناني بيلك لعب أسيوي يعني فيه كون إيراني فيه كون كوري فيه كون ياباني فهي ليس بس بس يعني كومبتشجن عالي وبعدين صاروا عم بيعلوا ستاندرد يعني لازم لعيب يكون منتخب كيف؟ آخر موصلة ما لازي يكون لعب على المنتخب تبعه لا ياخدوه فمانا سهل يعني آه منيحيا عم بيكون عم بيكون في عندهم شروط يعني صح عم بيعلم لفن يعني أنا اللي أنا بيزعل دايما يعني بيحكي بكون عم بيحكي مع معرفقات بكون عم بكون عم نمزح إنو مثلا فرق مثل بنجلاديش وسريلانكا وهنا إنو كنا نخصرهم خمسة ستة هلأ صاروا هني عندهم دورة محترفين وعم بيتقدموا قدي عم بتحسنوا ونحنا مش شوي في محلنا نحنا عم نرجع لورا يعني بس بعدنا عم نخص خمسة ستة يعني بس يعني الفكرة إنو هيدا التطور عم بيأول دورة تابعهم بس ما عم بيزبط بس هادي عطيها أنا بالنسبة لأيدي عطيها يمكن ما بعرف عشر سنين خمسةاش هتقلل الجاب هيتحسنوا أكيد هيتحسنوا يعني انت كي بتعلي كي بتعلي دوري تابعك بتحسن الأجانب أكيد مش بس تعتمد على الأجانب تابعولك يعني يعملوا كل شي بالفريق بس بس بتعلي اللفل كمان في حدا سألنا هون إنو برأيك كيف حي حيقدروا أندي البروفيشنال يدفعوا للعيباتهم إذا ضل الفتبول واقف هك مشكلة كبيرة يعني بصراحة ما بعتقد في حدا جواب هال هالسؤال بالوقت الحال يعني يعني شفنا يعني اللي عم نشوف هالا الاندي اللي عم تدفع هالندي كتير كتير محدود يعني يعني بنعدوا على الأصابيع أنصار نجمة عهد لا عم بحكي الاندي كمان المحترفة مش مش تعبوننا برات لبنان عم تحكي؟ ايه عم بحكي إنو أكيد هم حدا يدفع غير الأنصار والعهد بس الفكرة إنو برا الاندي البروفيشنال اللي أصلا هني قربتوا مع انديتهم مع لعيبتهم هلأ عني عم بيعملوا عم بيجربوا يعملوا متل تسويات مثلا في حكي كتب عم بقرب الفيفا الكنتريات اللي ماشي هلأ الكنتريات اللي ماشي هلأ هتتمدد للسنت الجاي كيف؟ وإذا العيب كان عندو اتفاق مع انو يروح على نادي تاني بالصيفية مثلا؟ يعني بدو شوف يعني كلها بتصير نيجوشيشيشن هون بتصير شطانة الاجنت يعني بس يعني بحس أنا ما بينخاف عليهم عم بيلاقي طرق عم بيلحكة هلأ يمكن يلعبوا دوريات بدون جماهير بس لا يكفوا الدوري لأنو الرادي دافعين مصاري كبيرة وتي في رايتس وكل هالخبريات فالدوري لازم يخلص على الأرض كما بيقولوا يعني كان في حدا عم بيسألنا انو إذا في عندك أبليكيشن غير ترانسفر ماركت كرميلت حتى نرجع نشوف العيبة بس في شي اسمه سوكروي كمان محطم وكننا عم نحكي كمان انو في حدا كمان حدا سأت عندك فكرة إذا في رعيبة هلأ البنانية عندهم عهود من بره بالوقت الحالة كتير صعب لأنو قلتلك كل شي واقف يعني أنا حاولت ما كزا لعيب لبناني بس بس إني عندهم أورادي مشكلة ما بيعخشوا بجيانوا باللعيب اللي عندهم يعني شو بدون يعمل بالعقود اللي ماشي عندهم فكلو بينطر يعني للأف سيزن يعني عادة مثلا يفتح بيلا نقول من جون لا جون لا اوغست مثلا الترانسور ويندو الانتعلات وبيرجع بيفتح من ديسمبر لجانوري الانتعلات الشتوية في حكي يوصلون كلو مع بعض يعني من جون لا لآخر السنة لفترة الانتعلات هوني بتلعيب الوقت الحالي ما في شي هالله في عمر عم بيسعلي إذا عندك أي معارف بالدور الكندي بدي يحكيني برايفت يعني بيعل اشياء شو اسمه اوكي عمر إذا ما عندك شي اهتميم جدي بليز حكي يا جنة بتحبد نضيف الشي هلا باخر الانترويو إذا حدا عنده السؤال في يسألنا ضغري وإنت إذا بتحب ترجع تعمل مختصر أو ترجع تشدد عشي معين نشاء معين يعني ما هي شي معي باس مش أشكركم عشو جديまぁ بتمنى إن شاء الله يرجع للفتبول اللبناني قريبا وبتمنى نشوف مواقع بجديدة أكيد للفتبول اللبناني يعني لعيبة تظل عم تتطور وإن شاء الله تجيها فرص تحترف برات لبنان يعني وأكيد فيه لعيبة من أصول لبنانية كمان نقدر نستفيد منها يعني لأنه تعرف في جالية لبنانية بكل بلاد العالم بس يكون فيه فينا نحكي معك هنسينا من هذا الموضوع لعيبة من لبن كمنتخب على الأجهن مثلا سوف نفتد الملكي أخوين ملكي هل هل بيتقلبوا الاتحاد ايجنت مثلا نساعدون يخلصنوا نؤمورون ولا ايجنت بيتدخل بالأمر أنا توصلت قبل بمرة مع حدا من الاتحاد يعني عرضت عليه كذا بس هي بعتقد العلاقة عم تكون لأنه لأنه يعني لبناني و يعني داري عم تكون فيه كيف بس بس المشكلة عم بتكون بس أوقات كتير أنه يعني ما عم مقدر نستفيد منهم هاللعيب أوكي أخوين ملكي استفدنا منهم بس فيه لعيب يعني بس عم بتشوفهم وقت وقت الاستحقاء وما فيه ما فيه هاته الجنوس مع اللعيب الادنية الهون من كيف فهيدي كمان ممكن بتعمل بتعمل مشاكل كمان يعني يعني المنتخب ما بيتجمع إلا لقبل استحقاء رسمي مثلا ممكن مرة بالسنة حتى بتشوفها كتير بالفئات العمرية يعني يعني مثلا أعطيك مثلا منتخب السوري مثلا الـ Under 16 لأنه كنت عم تابعهم أنا بتجمع قبل بستة شهر مثلا لبطولة دولية أو إذا راحين ع تصفيات مثلا كم كيف هون بتلاقيهم بيعانهم عسكر مثلا قبل بأسبوع أو عشرة أيام طب هايدي ما حتكفلها لا يصين في كمستري بالمنتخب يعني هايدي شغلة تانية كمان ياريت الاتحاد بيركز عليها لنشتغل عليها هاي المنتخبات الفئات العمرية السنة كلها تضل ماشي ما أنه شغلة عطلة أبدا يعني يعني هادي بأس مرة بس مرة بالأسبوع أو شي ومشكلة اللعيبة يعني في عندك لعيبة بالشمال لا أوقات كي خلص يعني بعد ما بعد ما يخلص استحقاء ما بيرجأ يتجمع حتى كيف وحتى صار شي صار شي يعني بيضحك فترة مثلا هايدي المنتخب تحت الـ 16 سنة كنت رحي حدر له التمرينات تبعوله أكاديميز يرفضه يبعثوا اللعيبة تبعوله على المنتخب لأنه عندهم تمرين تخيل يعني الـ للأكاديمي هايدي هايدي لو بتصير بحيالة بلد العالم يمكن يمكن تتسكر الأكاديمي يعني يعني الأولوية دايما هي للمنتخب اللبناني يعني أنا من شكر كثير وجودك معنا اليوم كنت بعتقد لا أنا عن سعيد الشخص كثير عرفت أصص ما كنت بعرفه قبل فمن شكر في كثير حدا هون عم بيسألوك عن أصص خاصة بشغلك يعني عم بيسألو الشغل بينك وبينه نحن إذا عندك عليقات مع عندي يمشي فاللي حيلا 100% حدث حدا عنده سؤال شغل خاص مع الأجينت فيز يحكي دغري على هيدا الأكاونت أو يحكينا دغري بنبعث الأكاونت تبعه و و سيف يتواصل معه دغري إن شاء الله مرأة جديدة شكر وجودك وإن شاء الله بيكون لدينا لك نفسي وإخر شغلي حابب بيحكيها قلتلك عن موضوع سكاوت إن شاء الله لو مش الحال بالصيفية بس بطلب من كل عيب اللي بهمة يعني تفوت بهيك شغلي يكون عندها فيديوهات جاهزة و و وضلت تشتغل على حالها إن شاء الله وإن شاء الله بتوصل يعني بتوصل يشمع الوقت بصير فيه وقت ما فينا نتواصل نعمل لديعاي أو شي إن شاء الله إن شاء الله مرسي كتير مرسي كتير شكرا بيالله باي باي حيكون الانتربيو هايدي على يوتيوب بس كم نسلع يوتيوب شكرا باي شكرا باي باي كان في حدا عم بيسألنا إنه إذا في عندك أبكيكيشن غير ترانسفور ماركت كرمالت حتى نرجع نشوف العيبة كان في حدا عم بيسألنا إنه إذا في عندك أبكيشن غير ترانسفور ماركت كرمالت حتى نرجع نشوف العيبة هي أكتر واحدة ترستد يعني الترانسفور ماركت بس في شي اسمه سوكر باي كمان شكرا 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 وكنا عم نحكي كمان إنه في حدا كمان حدا سألت عندك فكرة إذا في لعيبة هلأ لبنانية عندهم عهود من برا؟ بالوقت الحالة كتير صعب لأنه لأنه قلت لك كل شي واقف يعني إني يعني أنا حاولت ما كازا لعيب لبناني بس بس إني عندهم مشكلة ما بيعرفشوا جانبوا باللعيب اللي عندهم يعني يعني إني عندهم شو بدون نعمل بالعقود اللي ماشي عندهم فااااااااااا فكلو بيمطر يعني للأوب سيزن يعني عادة مثلا بيفتح بلا نقول من جون لأوغست مثلا لترانسور ويندو الانتعلات وبيرجع بيفتح من ديسمبر لجانوري الانتعلات الشتوية في حكي يوصلون كلو مع بعض يعني من جون لأخر السنة لفترة الانتعلات هوني بتلعيب اللي عندهم بحالي هنا في شي هلا في عمر عم بيسألي إذا عندك أي معارف بالدور الكندي بدي حكينا برايفت يعني بعل الأشياء شو اسمه حسنا عمر إذا ما عندك شي اهتمام جدي بليس حكي يا عجنة بتحب نضيف شي هلا باخر الانترفيو إذا حدا عنده سؤال في يسألنا ضغري وإذا بتحب ترجع تعمل مختصر أو ترجع تشدد عشي معين يعني ما في شي معين بشكركم على الوحيد يعني وبتمنى إن شاء الله يرجع للفتبول اللبناني قريبا وبتمنى نشوف مواقع بجديدة أكيد بالفتبول اللبناني يعني لعيبة دل عم تتطور وإن شاء الله تجيها فرص تحترف برات لبنان يعني وأكيد فيه لعيبة من أصول لبنانية كمان بنقدر نستفيد منها يعني لأنه تعرف في جالية لبنانية بكل بكل بلاد العالم بس يكون فيه فينا نحكي معك هنسينا من هذا الموضوع إنه لعيبة من لعيبهم كمنتخب على الأجهن يعني مثلا سوف نسد الملكي إخوين الملكي هل بيتلبوا الاتحاد أيجنت مثلا يعني نساعدون يخلصنوا نؤمورون ولا ولا أيجنت بتدخل بالأمر هيدا أنا توصلت قبل بمرة مع حدا من الاتحاد يعني عرضت عليه كذا كذا بس هي بعتقدر عليه عم بتكون فرسنل لأنه لأنه يعني لبناني و يعني دائما عم بتكون فيه كيف بس بس المشكلة عم بتكون عم بسأوات كتير أنه يعني ما عم نقدر نستفيد منهم هاللعيبة أوكي أخوين ملكي استفدنا منهم بس فيه لعيب يعني بس عم بتشوفهم وقت الاستحاء وما فيه ما فيه هاته جانوس مع اللاعب الادنائي الي هون فهيدي كمان ممكن بتعمل 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 مشاكل كمان يعني يعني المنتخب ما بيتجمع إلا قبل الاستحاء رسمي مثلا ممكن مرة مرة بالسنة حتى حتى بتشوفها كتير بالفئات العمرية يعني يعني مثلا أعطيك مثلا منتخب السوري مثلا الـ Under 16 لو كنت عم بتابعهم أنا بيتجمع قبل بستة شهر مثلا لبطولة دولية أو إذا راحين على تصفيات مثلا كم كيف؟ هون بتلاقيهم بيعاملوا معسكر مثلا قبل بأسبوع أو عشرة أيام طب هادي ما حتكفلها لا يصير فيك كمستري بالمنتخب يعني هادي شغلة تانية كمان ياريت الاتحاد بيركز عليها وده نشتغل عليها هاي المنتخبات فيئات عمرية السنة كلها تضل ماشية مانا شغلة عاطلة أبدا يعني يعني هادي بس مرة بالأسبوع أو شيء ومشكلة لعيبة يعني في عندك لعيبة بشمال لا أوقات خلاص يعني بعد ما بعد ما يخلص استحاء ما بيرجع يتجمع حتى فهم كيف؟ وحتى صار شيء صار شيء يعني بضحك فترة مثلا هيدا المنتخب تحت الستعشر سنة كنتروح تحضروا التمرينات تبعولوا أكاديميز يرفضوا يبعتوا اللعيبة تبعولوا على المنتخب لأنه عندهم تمرين تخيل يعني البرايوريتي للأكاديمي هادي لو بتصير بحيال بلد بالعالم يمكن تتسكر الأكاديمي الأولوية دايما هي للمنتخب اللبناني يعني فهم كيف؟ مزبوط بس هادي شكرا أستاذ فيز عم من شكر كتير يرجو داك معنا اليوم كنت بأعتقد لا أنا معن سعيد الشخص كتير عرفت الأصص ما كنت بعرفه قبل فمن شكر في كتير حدا هون عم بيسئلوك عن أصصص خاصة بشغرك عم بيسئلوا شغل بينك وبينهم إذا عندك علاقة ما عندي يمشي فاللي مية بالمية حالا حالا عنده سؤال شغل خاص مع الاجينت فيس فيه يحكيه ضغري على هيدا الاكاونت او يحكينا ضغري بنبعث الاكاونت طبعه واسيف يتواصل معه ضغري ان شاء الله مره جديدين شكر وجودك وان شاء الله بيكون لدينا لك واخر شغلي حابب بيحكيها قلتلك عن موضوع السكاوت ان شاء الله لو مش الحال بالصيفية بس بطلب من كل اللعيب اللي بيهمه بيهمة يعني تفوت بهيك شغلي يكون عنده فيديوهات جاهزة وضلا تشتغل على حالها ان شاء الله وان شاء الله توصل يعني ايش مال من الوقت بصير فيه وقت من فينا انتواصل نعمل لدعاي او شيء ان شاء الله مرسي كتير مرد شكرا بيالله باي باي حيكون الانترويو هايدي على يوتيوب بس كمان بس كمان شكرا مرسي باي 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 شكرا 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 اشتركوا في القناة